بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون الحضايق المنزلية اهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة معنا شجرة عجيبة اولا شجرة شكلها جميل جدا الاوراق بتاعتها زي ما انتم شايفين كده عريضة بتعمل تزليل وان كانت ما بتعلاش اوي الا اذا تربت كم سنة سريعة جدا في ان هي تؤتي اكلها يعني الشجرة دي مش شفتهاش بصراحة ربنا الا في الكويت يعني اعتقد ان هي موجودة في اماكن تانية بس اه انا شفتها في الكويت واهل الكويت بيسموها شجرة البنبر شجرة البنبر زي ما حضرتك شايف كده تحس ان هي شجرة اه يعني بتتحمل درجة حرارة من اغرب ما يكون نهاردة درجة الحرارة تتعدى الخمسين درجة مقاوية اه ومع ذلك شجرة البنبر ما عندهاش اي مشكلة خالص مع اه الدرجات الحرارة المرتفعة بل بالعكس بتجود فيها والغريب بقى ان الشجرة دية الاثمر بتاعها ما بيجيش زي ما انت شايف كده الثمر اهو تمام الثمر اللي زي المش مش او البرقوق ده اهو تمام وده ما بيجيش الا في شهر ستة بيجي في شهر ستة وبالتحديد في نص ستة يمكن يكون ما شاء الله حاجة حلوة خالص الشجرة دي من العجائب بتاعتها زي ما قلت الثمر بتاعتها هي تعتبر من ذات النواة الحجرية يعني النواة اللي داخل الثمر عبارة عن يعني محجر زي الخوخ والبرقوق والمشمش او الدراج زي ما بيقولوا فيها الشجرة دية زي ما انت شايف بين صوابع كده لما هوريهولك اه تلاقي الثمر ده الشجرة دية فيها الثمر بتاعها اه اللون بتاعه بيبدأ بالاخضر هي في حجم الشجرة الثمرت المشمش اه عليها مادة مخاطية فيها مادة مخاطية طبعا بتتاكل وتلاقي لزيزة جدا تمام ولكن دي فيها مادة مخاطية تمام البادة المخاطية دي وعن تجربة انا لو لو بييدي يعني الامور هعمل امر اكبار كل الدولة العربية وكل البيوت تزراعها قدام البيوت بتاعتها لان زي ما انت شايف كده المادة المخاطية دي يا جماعة عجيبة عجيبة اقسم بالله عجيبة جدا في ان هي بتنظف القولون يعني هما دايما نتكلموا قلوا الصمغ العربي وتجيب معلقة الصمغ العربي ولا ايه وتقلبها في مياه والكلام دا كليته لا المادة المخاطية دي يا جماعة لما بتكل الصمرة دي على غير فطار كل العوالق اللي في القولون عن تجربة كل العوالق اللي في القولون بتتجمع عن طريق المادة دي شايف المادة دي شايف المادة دي المادة دي بتلزق بلزق وخصوصا لو سبتها بس معرضة للهوى حوالي يعني واحد دقيقة بس او نص دقيقة كده بتبصت لقيها ابتدت ابتدت تلزق معاك يعني مجرد ما بتشم بس الهوى بتدت تلزق معاك المادة دي فبالك لما بتاكل بقى فبتبصت لقيها بتعمل تجمعات للقولون وعملية الامساك ما شاء الله بتخلي الانسان طبيعي جدا 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 لو خالت منها بس خامة ثمار في الصباح دي عن تجربة والله على ما اقول وكيلي يعني دي دي بالذات انا باكلها طبعا ما عنديش اي مشكلة خلص فيه تمام هنها جميلة على فكرة جماعة سكرها حلو يعني ما شاء الله جميلة جميلة جميل بس هي بيبقى فيها عوالق كده الاشرة بتاعتها بس بتبقى جامدة طبعا من ضمن الحاجات ثمرة البنبر دي ان هي بتعتبر يعني سريعة جدا بالنسبة ل اولا هي بتتكثر بالعقل تمام في شهر 11 زي متسقطة الاوراق وهي طبعا شجر متسقطة الاوراق بتتكثر بالعقل والتكثر بتاعها سهل جدا اي عقلة تاخدها شايف بقى شايف دي بقى دي النواة بتاعتها شايف لزق في صباحة هي انا باهز صباحة وهي مش رضي تنزل دا دليل على ايه ان هي لما بتدخل في القولون او بتدخل في القولون بتعمل تجميع بقى الكل العوالق اللي موجودة في جدار القولون وبتخليه ما شاء الله ما فيش اي حاجة خالص اتحدى شجر شجرة معجزة لان انا كتعندي مشكلة جدا كبيرة في موضوع القولون وما شاء الله زي ما انت شايف كده انا بحب والله اكل منها في الايام دي تمام يعني تمام ديا المفروض الجماعة اخواننا بتوع الطب او بتوع الصيدلة يحاولوا شايف اهي اهي في ايه دا هي النواة بتاعتها من كتر المادة اللازق اللي فيها ما بش راضية تنزل تمام مش راضية تنزل بشبس على الاصباع شايف المادة المخاطية دي دي بتعمل لازق على فكرة الدي زيها زي المشمش او زي البرقوق جميلة جدا في الاكل شايف لازقها حتى على اتشيرتي بتاعيها كسه شايلها بيمن في يعني اللي جربوا كمان انا ما بدخانش بصراحة يعني عنديش الحمد لله مشكلة في الصدر ولكن يعني حتى الجماعة اللي هما عندوهم مشكلة في الصدر اه الشجرة البنبر دي او ثمار البنبر دي هي يعني بتنظف الصدر بين البلغم او الحاجات اللي موجودة فيها بس هي فيها حاجة برضو لما بتاكلها كده او بتاكل منها بكتير بتحس صدرك تقيل شوية ولكن بعدها بتحس ان صدرك فاء اعتقد برضو اني لها عشان ما اجزمش اللي انا اقسمت بالله ان دي بس في القولون دي حاجة ولا اروع بصراحة يعني ما شاء الله حاجة جميلة جدا 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 شجرة البنبر اه سريعة زي ما قلت في اللي هي التقطي لأكلها يعني اه بسرعة جدا يعني بتزرعها من اول سنة بتزرع العقلة بتاعتها لو انت اهتمت بها هي سريعة جدا في النمو سريعة جدا في النمو ومن جرد السنة بكتير والسنة التانية بتبصت تلاقيها ابتدت تجيب تجيب ثمار والثمار بتكون في شهر سن شجرة متسقطة لأولاء متحملة لدرجة حرارة زي ما قلت ستين وسبعين ما عندهاش اي مشكلة خلص لما بترويها تمام اطلاقا ما عندهاش مشكلة بعكس الاشجار التانية يعني هي زيها زي النخيل وزي الزيتون وزي الحاجات دي ما بتتأثرش او زي اشجار السدر تمام ما بتتأثرش بدرجات الحرارة العالية من افضل الحاجات اللي فيها طبعا اي عقلة بتجيبها انا شفت الشجرة دي في 2019 تمام ولكن انا معجب جدا بيها وزي ما قلت متسقطة الأوراء بتتكاثر بالعقل زيها زي اي اشجار متسقطة الأوراء بتيجي في شهر اتناشر واحد تعمل العقل بتاعتها النص الأخير من الاثناشر او في حدود شهر واحد بتحط العقل بتاعتها بتقطعها بطول خمستاشر عشرين سنتي والقطرة بتاعتها يكون بس ايه يعني قطرة مناسب كده ولا يكون واحد سنتي خطرة العقلة وبتحطها في شوية بتمس او في اي شيء الصيس في كيس فاي حاجة بتبصت لها من غير اي حاجة خلس بتدت ايه بس بأقل شوية ماء بتبصت لها بتدت تنبت لو زرعتها عمر سنة بتاخدها السنة اللي جاية بتطرح وبتجيب لو انت واخدتها عمرها لسه يعني العقلة بتاعتها حديثة بس هتعود لك السنة التانية هتجيب لك وهتبقى يعني زي ما انت شايف كده تستظل بيها ويردت ربيها تكون عالية جدا اه وانا بس نفس سؤالي يعني اذا كانت هنا في الكويت درجة الحرارة عالية جدا والبيئة الزراعية برضو صعبة هنا مهما كان يعني دي ارزاق ما مقسمها ربك فالبيئة هنا صعبة في الزراع فما بالك لو راح في بيئة زراعية كويسة وفي طقس كويس بالنسبة للحرارة هتكون شكلها ايه انا عن نفسي هاخد منها كمية وازراح ان شاء الله بإذن الله في مصر انا عن نفسي عشان بس ما حدش يقول احنا عارفينها من زمان انا ما عرفش انا ما عرفش تعرف عليها في 2019 هنا في دولة الكويت بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته